المطش اللي بعديه. الاهلي مطلوب منه ايه في مباراة العودة قدام الودات. يتعامل ازاي مع هزي المواجهة من الدقيقة الاولى حتى اخر دقيقة. الاهلي مطلوب منه استشفى معناوي. معناوي وزهني كبير جدا قبل الجسم. لو راحوا بزرة نيجاتيفتي اللي هو بنسميها التفكير السالبي. اخطر حاجة. ايه ده جابوا فينا جون. يعني مجرد. بص شوف العيبة لو اتكلمت مع بعضهم وقالوا الحتة اللي انا هقوله لك دي. دي كارسة. احنا لو جي فينا جون كده خسرنا البطول. مجرد ان اتفكر التفكير ده ده غلط. لازم الاهلي وده كولر لازم يبقى كولر والجهاز. سامي قمصان سيد عب حفيز الناس المصريين بالتحديد. لازم نفكر ان احنا نجيب جون في الرجل. اه يعني لو انا وجاء افكر اقول ايه. احنا لو جيبنا جون بدري. يبقى حسامنا المباراة. لازم تفكير كده. لازم افكر. مش لو دخل في ده جون. لازم افكر بكل التكتيك بتاعي. بكل الشغل بتاعي. بنفس الطريقة. بالتمانيتين بتاعي اللي بيكمله. بالاجناب بكله. ان انا لازم اجيب جون في ايه. الوداد. لان انت لو جيبتوا جون في الوداد. انت موجود في البطولة. بنسبة ثمانين تسعين في المائة. صح. صح. بس مجرد اجيب جون. بس انت قبل ما هتجيب جون هتخرجهم بكسافة بالمناطقهم. لهم هتفتح بقى بالنسبة. وعندك سرعات تقدر تلعبهم. صح. وبعدين هتصعب عليهم المطش. صح. وبعدين حتى لو قدر الله لو دخل فيه جون. محتاجين يجيبوا جون هما جون تاني. مم. وبعد حتى ما يجيبوا جون تاني. يعني اثنين واحد يبقى ضربات جزاء. صح. فانت الجون ده. صح. تمن وغالي قوي. زي اللي جابوه هما النهاردة. انت اللي جيون اللي هتجيبه هناك. فلازم تفكر له بقى. هما جابوه في الديها كم؟ سبعة والتمانين. انت لازم تفكره من الاول. لازم تنزل عليهم من الاول تفاجئهم. فدي انا شايف. ان شاء الله. اهم معاجل. كابتن محمد يوسف كالعادة بتشرف وبتنور كالعادة الحار معك ممتقة جدا. انا بشكره شكرا جزيلا. حقيقي. لا مبسوط والله. احنا كنا نجتيك اوي وكرة اوي. انا بحب كده. اه. انا بحب كده. بس انت عشان انت د داخل في التفاصيل. فبتحب تتكلف. اتمنى تكون انت كمان كنت حابب كده. لا انا حابب جدا. انا عادي انت تحب تتكلف في الكرة اكتر من حاجات اللي هي الجانبية دي. بس بصراحة انا عجبني النهاردة كريم بصراحة. ولازم اشهيد بالجمهور. نهاردة حاجة تفرح جدا. يا رب يا رب المسؤولين يرجعوا الكرة تاني. ان شاء الله. لان الكرة اساسها الجمهور. بالتأكيد. اه. اتمنى ان شاء الله ان دايما استعد الكرة يبقى مليان ويبقى فيه يعني فرحة كد ان شاء الله الفترة الجافة. ان شاء الله. اشكرا كابتن يوسف. شكرا ان شارفت النهارة.